كل عام وانتو بخير وان شاء الله الله يقرب هالعيد واتخوز هالغمة عن العالم جميع في كل مركاتو دائما ما تكون هناك أقاويم افلان دخل افلان طلع هذا اللاعب بنيبة هذا اللاعب بيطلع عنا إلا لاعب واحد وهو الكابيتانو اللي بيكون ضيفنا اليوم ونتشرف التواجد في قناة قناة العين وبيكون محل أسئلتكم ودائما محله أصلا في قلوبكم طبعا حين نرحب فيكم في برنامج سهرة عناوية ونطلع معاكم كالمعتاد بفاصل صغير ونرجع لكم لا تخزون خلكم ميانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام ونتو بخير يا أخواني والله يعيد عليكم هالعيد بإذن الله احنا متبعدين لكن متقاربين بقلوبنا متقاربين في شيء وايد مهم متقاربين بحب الإمارات متقاربين بطاعة أولياء الأمر نحن اليوم متبعدين عشان نكون مباتر متقاربين من بعض بصحة وبسلامة عسى الله يعيد علينا هالعيد إن شاء الله وكل أعياد المسلمين بخير وبنعمة وبفضل من الرحمن طبعا في البداية ارحب معاكم بأخوي الكفتن إسماعيل أحمد بو ياسر يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك أخو السلام عليكم والسلام على المشاهدين الكرام والأمة العينوية أوشي أحب أقول لهم أبارك لهم كل عام أنتوا بخير وإن شاء الله يدخل لنا بصحة وعافية وعسال من عاويدة إن شاء الله وأحب أشكر قادتنا وشيوخنا دائما اللي موم قصرين دائما يخلون الشعب الإماراتي دائما على راحته وحتى الوافدين اللي دائما يحصون بالطمأنينة في هالإمارات وهذا الحمد لله من تبارك من فضل الله وبعد ذلك فضل شيوخنا والمجتمع والشعب الإمارات اللي دائما حريص دائما على أن الإمارات دائما تكون في المركز الأول وإن شاء الله ونشكركم على استضافة هاي اللي هي بتكون صيرة عينوية مع الكابتن أحميد فاخر وهذا شرف لي الله يحفظك يا سواعيل أنت جميل يا سواعيل أنا تشرف أني كنت معاك في يوم في الملعب واليوم معاك عن بعد لكن أنا أدري أني دائما في قلبك وإنت في قلبي وفي قلب كل العينوية إسماعيل أنت مش بس قائد الفريق أنت نا إنسان متى ما صار في مركاتو والسيد مطر الكعبي أكد على هالكلام بحكم توازدة معك دائما يقول لي حميد متى ما صار مركاتو الوحيد اللي في قلوب العينوية إسماعيل ما يطلع أبدا والله شوف الحمد لله نقول دائما أشكر الأمة العينوية دائما تعطيني هذا التقة وتعرف الواحد يميعطيك التقة لازم تكون نقد المسؤولية وأنا أكيد شارف كبير أني أكون من ضمن المجموعة اللي هي الأمة العينوية اللي دائما تخليك الرقم واحد صراحة أنا أقولك لو لا الأمة العينوية إسماعيل أحمد ما بيكون متواجد ودائما أفكر إذا طلعت من الآن كيف بيكون مصيري أين الجمهور كيف بتحسل لازم دائما تحسل مسؤولية يوم تحس عليك ضغوطات مباريات والناس يعني تشوف أن تصيح والكبير والصغير يتصر عليك ويبغو نفوز يعني دائما تحسل أنه في مسؤولية صحيح كابتن مطر دائما يعني كل ما تلاقوا إياه يكلمني عن الأمور وأقول لي شوف دائما أنا عندي شيء يعني ما أنسى الخير اللي نعم شاهد الله شاهد الله وأكيد يعني قيادة شيوخنا دائما الله يحفظهم إن شاء الله الله يحفظهم ويرعاهم وأنت تستهل كل خير حبيب والله ودائما نسمى قلت لك دائما أنا أحب أكون دائما قد المسؤولية وأكون عين في الكبار والصغار لأن هذا شيء يعطيني الدافع إن أعطي كل ما عندي حتى لو إسماعيل أحمد اعتزل كورة دائما نكون في قلب الأمة العينوية إن فلان كان جزاء الله أعرف خير أنا هذا شيء اللي أريده يعني ما أريد الحب المال وهذا شيء هذا بالنسبة لي ولا شيء بس حب الأمة العينوية يكفيك إنك تفتخذ تطلع برا والناس تتصوروا إياك خارج الملعب وحتى داخل الملعب أبشر كإنك زرعت هالشي والناس بدت يعني العين ونادي الزعامة إسماعيل قل لي في ظل كورونا وأزمة كورونا أول شيء قل لي كيف ترى جهود دولة الإمارات في البداية بلاد الخير إماراتنا إماراتنا الحبيبة العطاء وتوجيهات شيوخنا ومعازيبنا الله يحفظهم تاج على الراس كيف تشوف جهود دولة الإمارات كيف أيضا أنت تقضي يومك في ظل أزمة كورونا أكيد الحمد لله أكيد نحمد الله ونشكر أننا دايما في الدولة في عز وعمال ودولة النص ما يقولون طمأنينة الحمد لله شيوخنا ومعازيبنا هذو الله يطوه في أمارهم لأنهم دايما يحبون يشوفون شعبهم مرتاح في كل شيء يعني رغم هاي كورونا والواحد مع الاحترازات هاي الواحد دايما يأخذ احتياطاته ورغم هذا شيء الشيوخ بعدهم يقدمون كل ما عندهم عشان يفرحون شعب ما بقولك شعب عشان يفرحون للأمة الإسلامية لأن حتى الواحدين مرتاحين يتكلمون هذا شيء فخص أن نكون احنا من دولة الإمارات يعني دايما نحب أن نكون المركز الأول نفس ما قال سمو الشيخ محمد بن زايد المركز الأخير نفس التاني ما تفرق دايما نكون احنا المركز الأول نعم صحيح بالأكيد والحمد لله دايما نحن متعودين على هذا الشيء وما يخفى أنه دايما الحمد لله نحن مرتاحين رغم هذا الظروف الكورونا وقاعدها في البيت بالأكس هاي بس عشان أخوفهم علينا وعلى عياننا وعلى كل شيء الواحد يسوي احتياطاته وبالأكس نحن نطلع أحيانا والله ما نحس أننا فيه كورونا نعم صحيح أحيانا ما نحس لأن تطلعوا هذا يعني ما مقايدينك كشخص يعني كأنك بالسجن لا بالأكس يعني حتى يوم أي شيء تسوي تطلعوا هذا يكلموك بأدب واحترام وحسوه لأنهم خايفين عليك وهذا شيء اللي عند شيوخنا وحتى أشكر القادة يعني الشرطة اللي دايما تتعامل مع هذا الشيء أشكرهم جزيلا الشرطة اللي يصهرون على حفاظة سلامتنا وكل شيء ودايما نسولهم تحية ونقول لهم كل عام أنتم بخير من السهرة عينوية الله يحفظك إسماعيل هذا من يدل على طيب أصلك حبيبي شوف إذا تكلمنا عن البدايات عن إسماعيل أحمد تكلمنا عن 2008 هناك إنجازات دائما تضاف لأي لاعب فإسماعيل أحمد حصد أربعة دوري ما شاء الله تبارك الرحمن وحصد كاس الخليج وحصد كاس رئيس الدولة ثلاث مرات الله يحفظه ويرعاه وكاس السوبر ثلاث مرات الإنجازات إسماعيل سيفي لكل لاعب يتمنى لأنه باتر يوميون عياله ياسر وإخوانه تقولهم أنا هذا رصيدي في الإنجازات هذا رصيدي من محبة الناس أكيد الحمد لله دائما نص ما قلت لك كل سنة يكون عندي طموح أنه أخذ ممكن أنا يهمني البطولات الجماعية أهم أنك تكون أحسن لاعب وهذا شي لأنه هذا دائما ينكتب في التاريخ النادي أنه تكون مسجل باسمك والحمد لله لكل شي رغم أنه كنت مو كان 2014 تصنوت من ثلاث أحسن لعيبة في آسيا هذا كان لي فخر أنا بالنسبالي ما زالت أنه ما في بالعكس أنا بس كان كنت يكتب في تاريخك هذا وإنه الحمد لله أنا وصلت هناك رحت بخصوص أني أنا إماراتي أمثل دولة الإمارات ما أمثل إلا ناضعين أمثل الإمارات وكان لي كره واخذها ناصر الشمراني أحيد صحيح رغم أن الناس كانت تتكلم أنك تستاهلها رغم الأشياء اللي كانت ساد مع ناصر بالعكس يوم فاز أخوي ناصر سلمت عليه وحضنته وبالنسبالي كان شرف لأن أي لاعب يتمنى يكون من ضمن أحسن ثلاث لعيبة في آسيا والحمد لله أنا كنت متواجد وشرفت الإمارات أني أكون هناك نص ما قلت لك دائما أحب أني أكون اسم الإمارات أنه متواجد هنا والحمد لله والشكر دائما دائما أنت بطل والله العظيم يا إسماعيل مش متحم في ويهك لكن أنت من الناس القلة في اللاعبين اللي دائما محل شادة ومحل يعني محط أنظار الجميع يعني متى ما كان إسماعيل موجود هناك النموذج هناك القدوة هناك الإنسان اللي يستمع له اللاعب يعني مجرد ما تكون حول اللاعبين لك تأثير وهذه خصلة جميلة في إسماعيل بس فيه شي أنت يمكن بسألك عنه ما أدري أنت تعرفه ولا لا كم دول مسجل إسماعيل تعرف والله أنا كدوة عشرين بس محاز بس يعني تقريبا كدوة عشرين يوم كنت حسبك كان ستة وعشرين خمسة وعشرين هدف على رقم فانيلتي شو رأيك به الرقم لا أنا مذكر هذه بالفترة سبحان الله شو أنك كان كدوة عشرين لو عدني وعد لا تزيد هدف ولا تنقص هدف خلق على خمسة وعشرين لا إن شاء الله بإذن الله إنزين هذا الشي إسماعيل فيه ميزة المدافع يوم يكون يسجل هذا الشي يكون يميز المدافع عن المدافع الآخر أكيد بالنسبة لي أكيد لأنه أحيانا تعطي هذا الشي أحيانا تكون تقت المدرب فيه كلاعب كتعليمات يعني هي كتعليمات لأنه هناك مدربين يحسون أن هذا اللاعب ممكن أنا مع كوزمن يوم كنت كان آخر عشر دقائق يقول لي روح ودائما كان يصارخ علي يقول لي أول ما توصل عشر دقائق روح بدون ما تستنيني خليك جدام صحيح خليك جدام فهمت كيف يعني دائما أنت خلال أنا أريدك كنت متعود عليها بس يوم تحصل حد أن يسانك فيها وهذا شي يعطيك دافع أنك دائما تروح تسجل والحمد لله يعني توفقت متوفيق رب العالمين والحمد لله أكيد مجهود لعيبة وهذا شي ما بقول لك أنه يميز على المدافعين لا بالعكس في ممكن مدافع ما يكون يستجل بس ممكن يتميز في أشياء التغطية قطع الكور كيف يسلم الكورة ممكن كل لعب عنده ميزة أكيد يعني ما بنقول أسماعيل أحمد يكون اسماعيل سجل بالرأس وسجلت بريلك ما شاء الله يعني مش بس بالرأس في مدافعين وايد يسجلون بس بالرأس صحيح بس أغلب ممكن أغلبت لقوات سجلتها بالرأس صحيح بس في أهداف في أهداف في أهداف همشي الشبك تهز والأم عينوية ستهز في الملعب هذي وبنستعيد بعد معاك ذكريات المنتخب أنت شاركت أول مرة بو ياسر في المنتخب في عام 2012 أذكرها مبارات اليابوان تحيدها 2012 2012 2012 تقريبا إذا ما خانتني ذاكرة 2013 2014 2013 تقريبا لعب ضد اليابان بو ياسر صحيح مبارا حلوة كانت أول مشاركة لك كانت أول مشاركة رسمية صحيح صحيح شو أنت تلبس في المنتخب رقم رقم 19 19 وخمسة في العين ليش ما لقيت الرقم ولا متفائل فيه خلاص مشيت علي لا شوف يعني رحنا المنتخب شوف الجندي يوم يروح يوم يروح حق الخدمة الوطنية ما يتشرط عليهم صحيح نعم صادق والله خلاص بس أنت لازم تلبس وتتوكع على الله بس نعم لأن في لعيبة ممكن أنت لعبت بالرقم مهادم بس أنا أكثر أعطانه إياه ما سألتهم ليش ممكن هذا الرقم بس رغم أنك مدافع وكنت من المدافعين الشريسين النموذج يعني إذا أنا بضرب مثال بضرب في سماعيد بضرب في مثال أنا أحبه كثير بشير سعيد في مدافعين يحسسونك أني أنا موجود احترمني صح مش أي كرة ممكن تسجلها فرغم شراسة سماعيل أحمد لكن أظن انطرت مرة وحدة صحيح صحيح وممكن انطرت الظلم بعد الظلم ومع الوحدة ضد الوحدة بس والله بو ياسر ضروري المدافع يكون شرس يخوف شوية المدافع اللي وياه ما يصير أكون طيب يعني أكيد بس تعرف يعني حين ممكن مع التقنية الفارحين اليديدة وهذا الواحد صار يخاب أن يسوي هالأشياء فعلمت كيف بس صحب ممكن تنرفز اللاعب ممكن أنا كنت ممكن في بعض المهاجمين كنت يعني تنرفز وياهم نفس ما أقول لك تقالي كان الفيرام الجزيرة المهاجم يعني كان مهاجمين كانوا كانوا ميحبون تنرفزهم بالكلام وكل ما تنرفزه هو يعطي 200% وإنت تحاول تأطي 30% في البعض تأطي أكثر نعم صح دائما يكون عندك حافز سمعة شو إذا بسألك أنا ها من الأسئلة الصعبة عندي لكن في أشياء ترسخ في ذهن الإنسان يعني إذا سألتك قلت لك بوياصر شو الذكرى الجميلة في بالك أو بطولة وأيضا ذكرى يعني تتمنى لو أنك تزيلها من ذاكرتك والله شوف لو أقول لك ممكن ممكن أنا ما كنت وياكم 2003 بس يوم شفت التتويج مالكم وهذا شي كان أثر علي كتير يعني كان أثر علي صدق يعني أن 2003 كيف حسيت أن شيوخ حاضين وأنت رفعت الكاس يعني ممكن أول نصخ من كاس صح 2003 صح نعم صحيح زرع في هذا شي أن إسمائيل أحمد لازم يكون من الناس اللي يفوزون بهاي البطولة صحيح يعني كان دائما عندي وسبح الله يوم أنا جيت عشت عشت الكاس العالمي عندي ممكن هاي أربع اللحظات اللي عشت صراحي يعني كجمهور وبطولة وهذا تنظيم صراحي يعني ممكن أجواء يعني خيالي يحسين نفسنا نلعب في دوري أوروبي دوري أبطار أوروبا يعني صحيح أنت قلته أيضا أيضا والله العظيم يعني مثل هذا الكلام اللي أنت قلته نحن نشعر فيه في بطولة كاس العالم للندية أن نحن محظوظين أن شفنا هذا الجيل يوصلنا للمباراة النهائية وأمام مين أمام ريال مدريد هذا شيء نفتخر فيكم أيضا يعني شوف سبحان حتى دخلنا المباراة لا أدخل ألعب وأنت مرتاح صح ضد ريال مدريد فريق صعب يعني تقيل فريق عالم أنت بس تلعب في مباراة وتعرف أن نلعب بعد كل يومين وهذا نلعب مباريات يعني وصلنا يعني زالنا إرهاق مبطبيعي آخر من عدد المباريات التي لعبتوها صحيح نعم صح لكن نحن صحيح بس محال أحيانا الكورة هاني بس كانت لحظات وفي كورة أذكرك فيها بوياصر كرة حسين الشحات يوم كانت النتيجة صفر صفر صح كان صح الشوت الأول الشوت الأول كنا قادرين أن نسجل عليهم الهدف الأول حتى مالبير فرستين أبكى يعني كنا ممكن ننهيها بهدف ونرجع ندافع وانتهى الموضوع صح وخلص بس الحمد لله نحن فخورين فيكم إسماعيل وفخورين بهذا الجيل ونحن دائما نجيل يكمل جيل تأكد من هذا الشيء إسماعيل لو أنا بقول في هذا الموسم نشوف إسماعيل يعني مشاركاته صارت قليلة طبعا في ناس ما تعرف مدى الإصابة اللي يحس فيها إسماعيل الله حق طلع إسماعيل من اللاعبين اللي بعد كل مباراة يحس بمجهود ثقيد يحس أنه عند الركبة تورا ففي ناس ما تعرف هذا الشيء فنحن مرات نشيلك للمبارايات المهمة شو رأيكم تلعب تظني تقريبا 13 مباراة هذا الموسم سح وهذا أول شيء بداية الموسم كان يوم كان جان إيفان المدرب أول ما شاهد كان بيوقع في النادي حتى قلت لك كوتش أنا بس بقول لك شيء أنا دائما بتحصلني موجود موجود للفريق وهذا أي وقت ما عندي مشكل أنا بالنسبة لي ممكن إسماعيل أحمد ممكن نعطاه 200 خلاص أعطى كل ما عنده للنادي وفي الحين وقت الحق للجيال الحين اللي جاي الشبان عشان يعطي شيء قلت لك إسماعيل موجود وياك وهذا بس أبغى فترة تلعبني مباريتين ما عندي مشكل بس أنا بكون متواجد مع الفريق دائما وأنا العين خير علي أنا بكون متواجد بس أي وقت ممكن هو ما كان يعرف هذا شيء ممكن بداية المباريت لعبني لعب رغم أن جيت يعني أقول أعطيني راحة ما طعي أعطيني راحة صحيح وحاولت أن أكلم أقول ترى أوكي ترى تقولي ألعب بلد بس المشكلة أنا أبغى أحافظ على نفسي أبغى أكمل لين يعني على حسب يعني أبغى أكمل وهذه عقلية الخبرة اللي نحن دائما نباها أن اللاعب يعرف متى يكون مرتاح يعرف متى يشارك متى أنا أريح نفسي عشان في مباراة أهم هذه العقلية اللي نباها إسماعيل أوكي تعرف لأن الواحد تعرف أحميل الواحد يكون يكبر في السن إحنا ما نقول الرقم هذا أنا بالنسبة للرقم والله ما يهمني بس أنا أشوف جسمي أشوف العطاء العطاء يعني يعني ممكن أعطيك هذه المباراة ممكن أعطيك فيها 90 دقيقة ممكن أعطيك 90 دقيقة ما عندي مشكلة ممكن مباراة الجاية ممكن أعطيك 65 أعطي الطب مالي بس أحيانا أنت كمدرر يجب أن تفرق أن هذا اللاعب تحتاج في مباراة تحتاج مباراة مباراة ممكن ما تحتاج صح ودائما أخوي أحميد دائما نكلم حتى خاد عيسى والله قاعدنا ممكن أنا وخاد عيسى مع الشباب ممكن قاعدنا معهم ثلاث مرات ودائما أقول لهم شباب لو أنا منكم يعني أنا بس صحي أن ليه حين أنا قاعد ألعب وأنتو بعدك يعني عادي ما تفرق وياك تلعب ما تفرق وياك قلت لي لا بالأكس أنت الحين مفروض قلت لي أنت في هاي الوقت قلت لي أنت المفروض تكون متواجد أساسي أنا لازم أكون في الدكة لأن أنا بشجعك من بره وكل شي هذا اللي أقدر علي أسويه بس الحين أنا ما تبني أنا قاعد في عملك وهذا ما بتكون جدي في كل أشياء حتى برافا عليك والله إسماعيل حتى ثقة بالنفس أنت لازم تكون عندك أيضا ثقة بنفسك أني أنا أقدر ألعب هاي أكيد دائما أنا أقول لا تحط بالك أن أنت لا تستطيع تلعب ممكن هاي المدرب قلت له ممكن مدرب بكرة يجي والله ما يحب ما يحب إسماعيل أحمد ما يحب فنان عادي ترى تصير في مدرب يركز على 11 اللاعب دائما ما يقدر يغير هو يقول أعتمد على طوال في مدرب يقول أعتمد على اللاعب اللي يركضون وايد يعني كل مدرب ولجنة بس أهم أنت تكون عطائك في التمارين صح حتى تلعب في المباراة إذا ما يصير أنك أنت تتمسخر وفي واحد قاعد يعني أنا أقول لك ممكن أشكر محمد جمال معروف جمال معروف من اللاعبين اللي طوروا وايد صراحة يعني صراحة أنا أقول لك من اللاعبين اللي طوروا ودايما يجتهدون في التمارين كابتن حميد صراحة دائما أنا أقول لك هذه كلمة حقها لأنه يستاهل ودايما تشوف أن حماسي خلي يعطيك نعم والله يسوي إضافة رغم رغم أن كابتن حميد تدري أن كان يزعل أنه ما يلعب و هذا صح قلت له تعرف شو لا تزعل قلت له لأن أنت يوم تكون زعلان ممكن أنت تكون زعلان أنك ما لعط ممكن تكون لعب بس ممكن ما بتعطي صحيح يعني يكون زعل سلبي معروفة بس أنت دائما يجعل حتى المدرب يدخلك خمس دقائق والله أتذكر في 2011 يمكننا بننزل الدرجة الثانية والله كابتن حميد كنت في الدكة والمدرب كان عندنا قاله قال اسمعي النوت سخن منشط هذا عشان تدخل والله كابتن تميت سخن لين آخر دقائق تعرف شو سويت سويت هذا قلت المدرب الياقة قلت سوين تمارين سبرينت عشان يشوفك لا 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 قلت ان الوقت خلاص راح تميت سخن لو ممكن ما بيتحمل يقول هذا قاعد يستخن المباراة الشوت الأول كله وآخر ما دخلني أنا 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 سويت التمرين أنا سويت التمرين حقي وكمل التمرين برافو عليك والله يعني فهمت كيف أنا بأسوي شي يعني وخلص التمرين وأهم شي إذا سويت سبرينت تعال جدام خلي يشوفك سمعة قل لي يا أخي أنا ما دام تكلمنا عن العقليات وعن التفكير وعن يا أخي شو ينقص لاعبنا سمعة عشان يحترف خارجيا يعني عدنا عدنا اللاعبين عدنا المواهب بس ما قاعد نحترف خارجيا شو ينقص لعيبتنا سمعة والله شوف ما ينقص بس هي ينقص بالنسبة لي لو لو تشوف أوروبا ترى في محاضرات يسوي محاضرات حق اللعيبة صح يجيبون ويجيبون لهم دكتور نفساني عادي ما عندهم مشكلة ويجيبون دكتور نفسي ويتكلم عن اللاعب يخليه هاي بس الأشياء الفرق بس بنا نفس ما تقول عدنا لعيبة يستاهلون لنا لعبوهم في أوروبا عمان أبدالغان أحمد خليل ببخوت في لعيبة أنا أقول صدق أنهم يستطيعون لعبوهم في أوروبا بس نفس ما قلت لك تعرف الواحد يكون مرتاح بلد إمارات يعني إمارات يقول إمارات الحمد الله اللهم لك الحمد أنا موفر لكل يعني هنا العقلية تختلف بس أنا أظن اللعيبة لو يروحون أوروبا صعبا نياتي لأنا ببو محمد يعني إذا ما غيرت أنت فكرك نفسك ما ما حد يقدر يغير برافو عليك برافو عليك أنا هذا اللي عرف لأنا قلت لك ممكن لعب ممكن أنت تتكلم تقول أوك أنا أقدر وهذا بس يوم تروح لأوروبا تشوف أشياء تاني أنت لازم تسح الصبح لازم تمرن الصبح وتروح تريح والأكل كله في الناذي ويعني فيه أشياء وائد يعني منظمين حياتهم بشكل لا تتصور يعني الاحتراف أنت تقول كابتن إسماعيل فكر الاحتراف هي ثقافة لاعبي أكيد هي الثقافة تختلف لأن كابتن أنا لحين بقول لك والله لاعبي تشوف كريسيانو نعم كريسيانو شوف حين ما شاء الله عطاء لو تشوف سبرينتات بس هذا مهتم في نفسه يقول لك أنا عندي وقت يوم كل التمرين لأن الثقافة يقول لك هو قاعد يتمرن يبغي يوصل لشيء إحنا ممكن أغلبية لا لو تسألهم تقول شو 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 اللي تريده إلا يقول أنا والله ألا بحب الكورة بس صح لا بس هم ممكن مسوي أشياء في حياته مسوي قشاريع مسوي أشياء بعد الكورة لأن حتى طالقت لم ممكن لقاء يسوي أنه يكمل دراسة بعدين صح بيدخل دورة إنجليزية صحيح وهذا الطموح هذا الطموح اللي ما يوجد دائما دائما أنت لو عيالك قاعد في البيت وماسك التليفون 24 ساعة 24 ساعة ولدك نفس الشي بيمسك الايباد نعم والله صادق ممكن أنت تقول لا تمسك الايباد يقول أنت بعد ماسك التليفون بيرض نفس الشي صح يعني هذه المشكلة الآن لأن نشوف نحن قاعدين نعطي عيالنا أشياء غلط صحيح رسائل الغلط توصل لهم يشوفك أنت دائما القدوة يشوفك النموذة أكيد دائما والله العظيم يشوف فترات يقول لي ياسر يوم أصلي آمين يا رب دائما يقول لي بابا ليش يقول ليش فترات يوم تصلي بروحك يعني كأنك تخلص بسرعة والله العظيم بمحمد سبحان الله يقول لا يقول لي لا والله العظيم يقول لي هذا سوال من أمس أمس بروز قال لي ليش خلص بسرعة قلت لأ بابا هاي صلاة المغرب يعني نقرأ فيها صور قصيرة صحيح لازم أنت تشرح له عشان يفهم طيب أبعا إذا ما قدرت أنك تواصل مع الجيل هذا صعب أن باشر يكون في communication اتصال بينك وبين بيتم يكذب هو نفس الشي يعني التقافتنا عقلية إذا ما غير إذا ما غير نفسك ما قدر أغير ما رح نوصل المكان بوحميد لا نتكلم نعرف أغلب أغلب يسهرون هذا لكن أنا لا أستطيع أن تلعب فريق أول لا يجب أن توقف هذا خلاص أنت ما شاء الله فريق أول و و و نستعرفك وكل شي بس لازم تنظم أشياء حقك بس في هاي فترة التنظيم هاي لازم أنت تنظم وقتك تنظم حياتك تعتبر أسلوب حياتك هو أسلوب راح تمشي عليها الفترة هاي كلها لأن عمر اللاعب دايما نقول قصير بس أنا أشكرك إسماعيل أنك ضربت مثال بكريستيا رونالدو عقليتك تحبري حتى لو شوف أنا ما عندي مشكلة بس قاعدة تعلم من أشياء فهمت كيف صحيح يعني هاي الكرة تتعلم أشياء وائد يعني نعم صحيح بس قولي سمع من هو أكثر مدرب تحس أن لزق في بال إسماعيل أثر في مسيرة إسماعيل بدون ما طول كوزمن كوزمن مدرب قريب قريب شخصية أب ممكن فترات نحس في أن لعب داخل ملعب صح يعني يعني يعطيك أشياء تعرف مدرب خلاص يحط لك أشياء خلاص وريد أنت مرتاح ما يحتاج وائد لعيبة يمتحون إسماعيل كل اللعيبة اللي انتقل لهم كوزمن يقولون نفس الكلام أكيد لأنا شوف أنا قلت لك قبل ما يكون مدرب هو أب وأخ تصرفاته معاك بس اللي يعجبك فيه إذا تغلض حميد ما يعرفك من وأنت ما يتاون والله لو تكون مادري مسي صح صارم ونفس الوقت حقاني وقريب من يعني لأنا قلت لك شب نحنا كان معنا رادوي كانت مشكلة مع رادوي كان طرد أظنني كان خصم من راتبة جيان ماضي كان صارت سالفة وخصم راتبة في لعبين يعني كان أقول لك لعبين كبار بس يعني أقول لك يعني طبهم ما يعرفهم كاننا ما يعرفهم صحيح هيقول لك احترمني احترمك بس شوف يوم الحزة يوم يكون عندك شيء أول واحد تحصل واقف وياك كابتن حميد هو صحيح يعني صراحة أنا يوم تذكر يوم أفين اتماس سويت عملي طربات يعني الطريقة والله حتى دموعة وحتى التعامل مع الموظفين وتعامل مع كلينكو والله حميد أقول لك واحد يعني تجبر أنك تحب صحيح في مرة ممكن ما أقول لك مرة دخلنا كنا جبنا عشا 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 كنا نسوي كل مرة يجيب هذا هو كان يحب هالأشياء ودخلنا ونسوي لأكل وهذا والله عديم وكنت أنا ممكن آخر واحد وجاه وكان المساكين ماركلين يحطون العيش في الكيس والله عديم أني حصلت يصيح نحو الله وسبح الله يعني إنسان يعني إنسان واليوم الثاني أعطينا مثال فيهم قال لي محمد وليد سالم مسكين كان مرض خبيث الحمد الله شفي وعافي يوم كان هذا والله سبحان الله جاء اليوم كان تكلم عن هذا قال لهم لازم واحد يحاول عن نفسه النظافة ليس النظافة لين ما يجيني مرض لا النظافة لازم يأتي أشياء يقول لهم الحمد الله الكورة تأتي تسافر في كل عالم وفلوس وكل شيء في ناس لا تحصل وعطاهم مثال أمس وخبرهم بالموضوع أن في ناس كان تحط الأكل في الكيس عشان تأكل يكفي أنه إنسان ويحس بالغير هذا أهم ميزة في أي إنسان أنا صراحة المدربين الذين اتواصلوا إياهم الآن زلاطكو وزوران وكوزمن مدربين مدربين قلهم أرقامهم صراحة صراحة أنا أتواصلوا إياهم شوف أنت يجيب لي كوزمن يجيب لي زوران يجيب لي زلاطكو كل واحد عنده مواصفات بس غصمة أنك بتحبهم أكيد في مدربين يؤثرون في مسيرتك سماعي يعني صراحة شئت أو أبعد يعني ما تقدر ما تقدر بمحمد نعم صحيح لا لا صحيح حكم تعاملك معهم أكيد يكونوا مؤثرين في حياتك أكيد زلاطكو يجيب لي تحب بأسلوبه تعرف كيف يعاملك يعاملك نفس الأولاد الصغير هو يحس يعني يعني يجيب لي تحس أنك أنت الأب هو الطيب يأتي يقول يعني يأتي يسألك أنا كده كده شو رأيك كده يعني هو يأتي يستشير وياك سبحان الله سبحان الله زوران كان يعرف عقلية اللعبة صح يخليك مرتاح فهمت كيف نفس ما قلت لك بس يوم تغلط ما يرحمك نفس الشي زوران نفس الشي يوم تغلط ما يرحمك في مدربين يهيئونك اسماعيل نفسيا قبل بدنيا وهذه الميزة اللي تميز المدرب عن الآخر هذا أهم شي أنا قلت لك بالخصوص عقليتنا كابتين حميد في الخليج العقلية هنا إذا ما رحت مع العقلية صعب أنك تمشي الفريق صعب صحيح صحيح لذي نقول لي تفضل نعم قل لي اسماعيل أنت مادام نتكلم عن العقلية وهذا بنشبكها منوء اللي أفكارة ناصب اسماعيل من اللاعبين في المنتخب تقول لي اسم وفي النادي اسم يعني يعني يوم تحب تمشي معا تحب أنك تفض فضلة تحب أن تسمع لي يسمع لك من هالنوعية يعني والله شوف في المنتخب دائما نحن نكون نكون نحن أربعة نكون نحن نحن كابتن اسماعيل مطر وعلي خصيف وعلي ومهند يعني إيزي وأنا دائما نكون أربعة نتكلم في أشياء أمور هاي دائما نكون تواجدين يعني في المنتخب وأنتو أكبر ناس تقريبا في المنتخب صح بالإضافة طبعا العلمة بخوت وعمر أكيد هذا دائما تحسل مجموعة هنا بس دائما في محبة وهذا بس تعرف عقلية تختلف بس يوم يكون شيء موضوع يعني موضوع مهم جماعي وهذا مصلحة المنتخب دائما نكون قاعدين ونتكلم في المواضيع وهذا مصلحة المنتخب سؤال ياك من أحد المتابعين يقول تتوقع أن ابنك ياسر بإذن الله الله يوفقه إن شاء الله ويطرح فيه الخير والبركة إن راح يكون خليفتك في دفاع الزعيم شو والله ما نقدر نحكم عليه لأنه الحين عمره تسنوات ما نقدر نحكم عليه إن شاء الله أتمنى أن يكون أحسن أبو أنا ما بالعكس دائما أكون والدي يكون أحسن عني بوايد يعني في دراسة في عمله في كل شيء دائما أحب لي شيء وأنا أساندة ممكن نحنا ممكن فترة نحنا ما كنا نحصل منساندة من أهلنا دائما تكون حصن مشاكل لا ترح تلعب الكورة وهذا لا بالعكس دائما أشجع أحب ساندة في أشياء يعني اللي هو يحبها أنا ما قدر أزبر على شيء لأن حتى الحين ما حبي يلعب مدافع ما أريد أي مدافع ما بغير تأثر يعني رأيك أسماعيل يكون مثلي ومثلك يكون مهاجم بعدين يرجع مدافع سهلا يأخذ الجينات الهجومية بعدين يسخرها في الدفاع عشان تفيدها في الدفاع أكيد أكيد قل لي سمعة يلعب هو وايد بلايستيشن ولا ما يلعب بس يلعب بس مو وايد لأنه عنده وقت أنا محدد لهم يعني أنا بدون ما أشيل أيباد وحطه في مكان وعشان يعرف الوقت اللي يلعبون عندهم وقت تنظيم الوقت تابعت أنه في رمضان ما يلعبون أبدا والله في رمضان ما يلعبون يمكن يقول أبا أيب اللاعب اللي هو اسماعيل أحمد وحطه في هالتشكيل وهذا تابعت انضمام نادي العين لبرنامج الفيفا مع الألعاب الإلكترونية تابعت شفت نفسك لعبت في اسماعيل أحمد وهذا دايما عندي ولدي عبد الله ولدي عبد الله دايما يلعب فيه بالأين ويلعبك مهاجم ولا مدافع خلنا نشوف لا مدافع ويمسك الكوية يروح بيها يراوغ يبا ومرة لعب في مرة لعبت ويانا ما عارف اللعب الفيفا ويانا ما عارف ولكن يوم لعبت ويا لعب بالعين وأظن هو يحب يسوي سلايد عبد الله عبد الله حتى يوم تلعب ويا يسوي سلايد ات وايد لا هذا مدافع هذا هذا أكاد أجزل أن هذا مدافع مش مهاجم أبغى سجل أبغى سجل هو آخر لاعب سو سلايد وأحمر يقول لي شوف أنت شو سويت أحير ردها عليك أمتها أقول لي طالع قلت لذين ترقيت قلت سلايد أحجي الله أنت جميل يا اسماعيل ونحن مستمتعين معاك والله العظيم ونحن ونحن فخورين أن هذه القناة اللي هي قناتكم اسماعيل قناة العين راح تكمل عام بإذن الله نشكر كل القائمين عليها طبعا وعلى جهودهم والناس اللي بأمانة يعني دائما تسهم يعني تسعى أنها تكون تحت رضاء اللاعبين اللي هي ثقتكم وثقت أيضا المشاهد والمتابع شو رأيك بتكمل سنة أكيد يعني أكيد شي جميل صراحة أنا ممكن أنتتابعت كم لقاءات في قناة يعني كم لقاءات صراحة شيء وأنا بقولك يا كبتن حميد ممكن ما تصدق ممكن كانت أول ما صارت القناة دائما كنت أقول هاي القناة وين صحيح وبعدين يمتميت وهذا ركز أنها بستاذ هزاع صح هي نعم بستاذ هزاع وكانت خاطر لأنا ما دل كلمني قبل قلت لأ إن شاء الله أتمنى وسبح الله جاء اليوم واليوم جاء بالشان ومبارك أن يكون اليوم تواجه بطولة يحبون منافسة يحبون التمييز في كل شيء في كل شيء شوف دائما شوف نحن ممكن نحن في الترتيب الترتيب الثاني سبحان الله وتحسن حاسين أنهم زعلانين لا لا ما يحبون هم راضين بمركز الثاني الثاني والأخير واحد نفس شيء عندهم ما تبرك هذا يخليك دائما لازم تكون في المركز الأول تحسن أننا رايحين للمركز الأول عفوا اسماعي دائما نفس ما أقول لك دائما لكن قلت لك ترى العين لا يوجد منافسين ترى العين منافسة نفسها يوم يكون العين يوم لا يمكن أن يفوز ذلك لكن أحيانا أنت تعطي المنافسين لنقار صحيح أحيانا تكون في الفورما تكون لعب مباريات قوية وهذا تحس نفسك أنك طب بس في مباريات تأثر عليك سبحان الله ما تدري شو يجيك تأتي المنافس يأخذ ثلاث نقاط ويروي حموم السالس بإذن الله نحن نتجه لتجاه الصحيح أيضا على مستوى المنتخب بو ياسر إذا بفتح معاك موضوعه أقول أن حتى في المنتخب نحتاجين أن هذا الجيل أيضا يضع بصمته وأنه يثبت وكلمت كابتن بندر في اللقاء الأخير قال نحن قادرين بإذن الله وراحن نبرهن نفسنا والمرحلة القادمة هي إثبات وجود إثبات أننا نحن قادرين بإذن الله أن نصعد لكاس العالم هذا حلم إسماعي أن نصعد لكاس العالم أكيد أكيد حلم أي واحد قلت لك ممكن ذكرتني في التصفيات يوم كنا ممكن مباريتين اللي دعالت عليهم ممكن ضيعنا إحنا اللي هي مباراة أستراليا في أبوظبي في ملعب الجزيرة ومباراة سعودية في سعودية ممكن هاي المباريتين يعني صراحة اللي كان فيه أم يعني أنا قلت لك خاصة مباريتين يعني خلاص مو مجهود صوي عليك شي بالأكس صراحة أعطيتهم مباراة وخلصت بس بالأكس أكيد أنا أقول لك على اللعيبة اللي متواجدين على الكواليتي وهذا صراحة يعني حرام إن هذا الجيل إنه ما يوصل ممكن أنا أتفق مع ناس إن الجيل مالطالياني والكباتل اللي قبلوا هذا ممكن يعني كانوا لعبين غير بس كل فترة ولها جيل نحن ما نقدر نحكم إن الجيل أكيد يعني الحين الوقت يتغير وبالنسبة لهذا الجيل يقدر يوصل واللي ناقصنا كابتن حميد إنه مدرب 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 صحيح يعرف العقلية ويغير عقلية لعيبة لأنه في مدربين يزرعون فيك يعني يزرعون فيك شو هو الفوز لازم تفوز ثلاث نقاط ما يهمني عقلية الفوز عقلية الفوز بس يعني شوف إحنا يوم كان عندنا ذكروني يوم جاعدنا ولا قول كان دخل علينا في كأس خليج صحيح زرع تعرف زرع فيك يقول لك يقول لك أنا هم شيء ما يدخل علي قول هو أنا بسجل يكلمني كابتن سبيت يقول لي قبل الحلقة وهو للأمانة حتى حط البوست في حسابه للإعلان يقول لي لأني وائد أحب إسماعيل وأتمنى كل الناس تسمع شو راح يقول إسماعيل فللأمانة بوهزاع يقول لي هي والله صحيح فاتكلم فيك كلام وائد طيب يعني للأمانة وقال كابتن سبيت يعني صراحي نعم وقال الأهداف تفرق مع الفرق يعني فيه إحصائيات هم سويها أنه لما تكون عدد الأهداف كذا راح الفريق هذا يحقق بطولة راح يصعد في التصفيات فيتكلم دائما أننا نحن قبل كنا وايد الأهداف تكون قليلة علينا الحين صارت شوي أهداف سهلة تدخل أكيد يعني أنت ما تتوقع أنه أحيانا أنت مع نفسك تقول شو اللي قاعد يصير صح يعني أنت أحيانا ما تفهم شو اللي قاعد يصير نعم وهو دائما هي منظومة أنا دائما أقول إسماعيل وانت عارفها يعني إبو ياسر أكيد الدفاع منظومة دائما يعني من جدام إلى وراء يعني ما في حد يقول المدافع هو أربع لاعبين وراء زائد حارس المرمى الفريق من جدام لوراه راحنا دائما نقول وحميد شوف دائما المدافع المهاجم يكون محبوب على المدافع صحيح يسجل يحط هداف شوف يعني خلاص هنا أنت لازم تتحمل هاي المسؤولية أنك أنت آخر آخر لاعب إذا بغلطة بقول نعم المهاجم إذا بيضيع مئة قول عشرين قول ما عندما مشكلة بيسجل قول بيطلع أحسن لاعب أحسن لاعب على طول في سؤال أنت إسماعيل يقول في الجانب الفني أنت تشوف نفسك مدرب ولا إداري والله شوف بالنسبة لي شوف الإداري ممكن يبغالها دراسي يبغال تدخل معنا عشان تأخذ دورات وهذه الأمور بس أنا اتجاه المالي بيكون أول شيء في التدريب نعم لأنه ممكن مع الكباتن كابتن عصام وكابتن مطر صاباني وأبو عبيد حماد اللي كانت أخذت من عندهم خبرة صحة تعاملهم كيف كانوا ومع الإدارة الصابقة مع الإدارة الموجودة الحين أكيد تأخذ الخبرة كيف تتعامل مع الأشياء الإدارية كيف تتعامل مع اللاعب فيه أشياء أنت تعرفها ممكن هاي ممكن تحتاج بس خبرة بس بتدريب يبغالك أنك تتعرف يوم مرة عليك ست مدربين تمانية مدربين وهذا يعني تحس بأشياء أنه فيه تطور صحيح نزيل قولي شو السر أن بعض المدربين كانوا في بعض لحظات المباريات كانوا يطلبون منك تكون في الدور الهجومي طول القامة يعني قوة التزديد أنه في بعض الأحيان يحتاجون إسماعي الجدام شو السر ممكن ممكن أقول لك المشاهد اللي يشوف من برا إسماعيل يروح ممكن عشان الفاولات ممكن عشان الرفعات هاي ممكن صحيح ممكن استغلال عنصر الطول عشان الرأسية صحيح عنصر الطول حتى ممكن يكون فيه ناس تعرف أن إسماعيل عنده حساسية التهديد صحيح ممكن يتفعلون قولي سمعة مهدي علي شو كان ينقص في الحقبة اللي قضاها مع المنتخب يعني لتحقيق كل ما هو يعني مطلوب منه في هيئة الفترة شوف ممكن نقول لك إحنا الحد بس في أشياء كابتن حميد ما نقول إن كل شيء على المدرب نعم أتفق شوف إنت يمتدخل تصفيات كأس العالم هنا ما يحتاج مدرب هنا مدرب دورة ممكن تكون 10% يعني بالنسبالي دورة بيكون 10% ممكن تكون التغييرات اللي بيسويها بس أنت كلاعب متصوف أنت وواصل تصفيات كأس العالم أنت خلاص أريد تلعب خلاص لازم أنت تأتي كل ما عندك مدرب بصوب ملعب على عقلية المدرب كابتن مهدي ممكن حتى من الناس اللي تواصلوا إياهم فترات صراحة يعني كل مدرب وعنده ميزات كل مدرب وعنده غلاط كل واحد وكيف أنت ما تقدر تقول المدرب والله أنت غلط ليش ما تدخل هذا وليش ما تطلق ما تدخل في خيارات ممكن وجهة نظر بس أنا يعني مع كل احترام الكابتن مهدي وهذا ممكن في أشياء الناس تشوفها ترى هذي بتصدح حق نادي ممكن كان ياخد قرار بروحه صحيح يعني ممكن هذا الشيء اللي ممكن تقول أنه هذا الشيء سلبي لأنه كان ياخد قرار ممكن بروحه يعني أنت عندك سطاف وكل شيء دايما المدرب الناجح أكيد يوصل بمساعدة أنت لو تشوف كوزمن لو تشوف مساعدة اللي عنده هم اللي موصلنا زوران نفس الشيء المدربين الكبار عنده مساعدين على مساعدين هم اللي موصل لهم القمة وفي شيء أشياء بعد ما السكاوتينج وهذا الأشياء الأصائيات والأرقام هاي تفرق نعم أكيد أكيد بس لو تيجي تقول شوف معاني مدرب كبت المهدي كنا نلعب كورة بطريقة ما تتصور صحيح تحرف أنك قاعد تلعب كورة صراحي والله للأمانة يعني افتقدنا هاي المباريات اللي كان فيها الفريق يبدأ من الدفاع للوسط للهجوم في المفاون الأخيرة صار اللعب شوي عشوائي هذا الشي اللي الشارع الرياضي كان مستاء منه سح سح زين قولي سمعة أحين نحن عدنا فقرة اسمها كلمة ومعنى بترعة تقولي الكلمة شو تعني لك على طول ردة فعلك على هاي الكلمة ممكن جاهز جاهز للتحدي جاهز للتحدي رغم أن أنا ما اللي خصف هاي المعالم هاي بس بتوكر لا لا هي كلمات مفهومة وسهلة وبسيطة منتخب الإمارات منتخب الإمارات شعب الإمارات الزعيم العناوي روح القلب إيمانويل بدرو إيمانويل بدرو إيمانويل تالب لابا كوجو قناص خالد عيسى الحارس الفد دفاع الزعيم إذ قطع الصوت دفاع العين دفاع العين الرقم واحد الرقم واحد رغم الأرقام تقول شباب الأهلي هو الرقم واحد أنا ما ذكرت شباب الأهلي شباب الأهلي هو حاليا أقل عدد الأهداف إيه ما نتكلم إيه بس أنا نتكلم على نادي نتكلم على نادي العين لا أتكلم عن خط خط دفاع نادي العين خط دفاع نادي العين آه آه شو أقولك آه في نزول مستوى أفضل لاعب في الدوري أفضل لاعب في الدوري كورنادو كورنادو من المواطنين آه واحد واحد علي مبخوت علي مبخوت أيضا بندر شو رايك بندر بيزعل علي أنا أرشح بندر وعلي مبخوت بي نوجه لك كل التحية حبيبي أنا في الترشيح في الترشيح برشح هذا طبعا هذا ما يباله زين زين في فقرة اسمها رائع مشاكل جاهز ولا مو بجاهز خليني بثج من الضارة السوداء هذه الفقرة عادة بنحسمها معاك لازم تكون حاسمة معاك هاي النظارة هاي النظارة حمرة يعني انتبه أوكي بعدين أن الضارة حمرة في شيء لا لا خلاص بنختم معاك بس تتبه شار أسماعيل أكثر لاعب كان يضربنا فنحنا حين عن بعد ضامنين إنه ما راح يضربنا عشان تي إسماعيل من الناس اللي إيده طرشه يقولون زين سمعة إذا خيروك بين موقفين موقف يقول أنك أنت تسجل هدف وتفوز فريقك أو أنك تمنع هدف وأيضا تفوز فريقك أنت كمدافع أو كمهاجم اللي عقلتين في لاعب واحد شو اللي تختاره أتصدى لهدف عشان فوز فريق تتصدى يعني طغت عقلية المدافع على المهاجم أكيد زين قولي ما أدري رائعي مشاكلي دايما يقولي هالسؤال مواصفات فتاة أحلامك ما أعرف مواصفات فتاة أحلامك سماعيل خلال سويته يا عيال وخلال أمري طيبة آه رضيت لا أقلمني أعترف أني غلضت من سماعيل أحمد الزين المشجع العناوي السلطان يقول كفيت وفيت وياصر صخرة العين وأيضا يقول إن اسماعيل عاطني رقم عجيب والله هذا المشجل عناوي يقول لي 237 مباراة لعبها اسماعيل أحمد نمسك الخشب وين الخشب ما شاء الله عليه أرقام تعني لك هذه السمعة الواحد يفتخر فيها أكيد أكيد قل لي سمعة في سؤال هنا يقول 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 اسماعيل عصبي مو في عصبي ممكن أقول في الملعب ممكن من كترة بس المباراة أما بالعكس أما داخلي صعب إنك تنرفزني يعني شوف الواحد اللي عصب هو اللي تنرفز يسوي أغلاق أنا بالعكس أنا من نوع اللي ممكن دم حار عندي بس هذا إنك تشوفني قاعدة صارخ وهان وهذا بس بالعكس أنا تشوفني يوم تشوفني داخل عادي اسماعيل من اللي نشف ريقك من المهاجمين قول لي الصدق من اللي نشف ريقك من اللي خلاك سحبك وحسيت إنك أنت تعبت وإنت تركض ورات قول هذا متى بيوقف متى بيفكنا أوليفيرا أوليفيرا نعم 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 بعد ما رح أوليفيرا أنا بقول وبعد ما رح أوليفيرا كان جاء ما كان يعني دائما كان تصار بينه وبين مشاكل شو سنع كان من شباب الأهلي نعم نعم شو سنع درسهم دائما كنا نضارب رغمنا دائما علاقتنا أوكي بس في المنع الدرابي عفونس كيف سمعة إذا قتلك سمعة إذا قتلك بتدخل حلم واحد من اللي بتختاره حلم واحد يعني إذا أنت بتدخل في حلم شخص من بتختار هذا الشخص أكيد إن شخص بيعني لك يعني يعني شو يعني أبغى فهم بس يعني لأن هاي سؤال شوي ممكن أفعضبك يعني يعني مثلا أنت أنا أنا نايم أنت تقول أبو أدخل مخ حميت في حلم حميت من أنت بتدخل حلم من أو في تفكير من والله تفكير من أبو بس أدخل في حلمي بس اللي أريد في حلمك أنت وهذا حلو أنك أنت دائما تفكر في اتجاهك في طريقك لأن الحمد لله في أشياء اتحققت الحمد لله وفيه شيء بعدها يتتحقق أإنشاء الله بإذن الله لأنك إنسان جميل وتستحق الخير قول لي عندك فوبيا عندك فوبيا من الحشرات واحد قال لي لدي فوبيا سماعين من الحشرات هذا اللي قال لي يا مالحد قال لك لأنه لم عندي فوبيا من أي شيء عندك عندك سماعي لا نحس بس أنت تخبي عليها عشان أنا whatsoever انت تحس لا انا هذي الفقرة راعي مشاكل يعني انا قايلين لي هالكلام مش انا يعني عسان انا ما انظره باسماعيل اوكي زين انا اقولك شيء اذا انت راعي مشاكل قولي الشخص هذا منه بقولك بعدين بالخاصة احلو يتابعنا المشكلة السمعة شو تابعت في احين في ظل الحجر وهذا شيء مسلسل عجب تابعته ولا ما لك في التلفزيون والله شو انا ما لي في التلفزيونات وما بي شيء البلاي ستيشن وهذا انها بس اطلع على الحديقة اصوي ترتيبات والله هذا وعندي السيكل ملتمرين وعندي غرفة فيها ملتمرين اتمرن قدوات كم نو اسماعيل القدوة قدوة اسماعيل احمد قدوة اسماعيل احمد انا حيدك دايما قريب من ابوك وايد اه اكيد دايما شو انا تعلمت من ابوي وايد صراحة بس ممكن انا طلعت كان عمري من يعني طلعت يعني تغربت يعني في 18 سنة كان عمري 18 سنة تقريبا تعلمت منه اشياء كتير يعني قدوة ممكن تعلمت منه اشياء كتير يعني محبة الناس لا تضحك على الناس وهي الامور ممكن تعلمت منه كتير بس قدوتي راشيد بن محمود والله ونعم والله ونعم يبتلي اسم بفسخ النظار احتراما لهذا الشخص راشيد يا اخي راشيد بن محمود هذا النجم اللي من يقدر ينسى اكيد اكيد يعني دايما نتواصل اياك اي شيء يا اخي امانة امانة انك اي شيء خاصة يا دايما انا ما تواصلوا يا اسماعيل للأسف لكن والله العظيم اتمنى انك توصل لسلامنا ونتمنى ان نشوف ايضا من هنا عبر يعني برنامج سهرة عناوية باذن الله ليش لا اكيد اكيد والله حاضرين والله بخبرة والله انا تواصل اياك كل فترة اتواصل اياك بس اهم شيء ما يضربك نفس قبل ويضربني ولا لا خلاص هو شوف هدى هو هدى هدىت انا هدى انا هدى اسماعيل احنا سعيدين وايد وياك والله البرنامج المفروض يكون على فكرة 35 دقيقة اسئلة الناس يمكن حوالي 50 غير الفقرات اللي انا مجهزنها لك والله ما ودي اسكر انا على الامة العينوية حتى لو ساعة ساعتين ما عندهم مشكلة الله يحفظك بس المخرج بيقتلني المخرج داخل للي في اذني المخرج بس ما عليك بس طرس لرسالة قول اسمائل احمد ما يبغى يخلص قول له هو يسمعنا يوسف يوسف الرئيس يا اخ الريال يقول لك طول ساعتين ما عنده مشكلة يقول لا يقول لا يقول لا الصبر حدود ايضا شكل ايضا ينضرب لا لا حبيبي يا ابو ياصر ما نقدر نضرب حد الحين خلاص ابوي هدينة هدينة الحين هدين لا خلاص الله 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 يعدك كورونا خلتنا نهدد بكل شي هي والله بس قول لي تغير شي في كورونا في حياتك يعني انت تطلع ولا قاعد دايما في البيت تمرينكم كيف لا لا تمرين مرة وحدة لا لا بلعك ما ممكن انا اي كان تمري مرة وحدة بس يعني احيان تعرف يوم تكون عندك حركة بس اشياء اوكي تاخد اغراض وهذه ترى دايما تسوي بس في اشياء تنقصك انه انت متعود دايما تتمرن في شي تحب تعرف يوم نعم في شي انه شي تحب صعب انك تفارق يعني هذا الشي اللي احنا مبتقدين يعني نعم صحيح قل لي سمعة تفكر في الاعتزال او متى تفكر بالاعتزال والله شوف هاي الكلمة عندي ما كانت عندي مرة وحدة ولا مرة جات في بالي بس جات ممكن عشان المنتخب ممكن ترش رسالة حق المنتخب انه بعتدر على بس هي ظروف صحية ان اللاعب في ناس ممكن تعطيهم يعني مكة احسن يعني في ناس ممكن يكون احسن عني وهذا ان اسماعيل لا يقدر يلعطي في المنتخب بالنال يعني صعب هذه خطرة لانه في ناس ممكن يقول لا وانت ما تعتزل بس قاعد اقول لهم انا بس طرش لم رسالة من اسماعيل احمد عنده ظروف اذا تبقون انت هو جاهز ما عنده مشكل بس ممكن ما بيعطي في المنتخب صعب تعرف كابتن انت تلعب في المنتخب والنادي ما تريح صحيح وانت في ظل اصابتك انت تعرف كيف تقايص على نفسك هي ما اصابتك انت تعطي في النادي يقول لك لا مدام انت بتلعب في النادي لازم تلعب في المنتخب زين انا ما عندي مشكلة انا ما قلل ان ما لعب في المنتخب بس في احيانا هذا شي اخي هذي انت ترفع راية الدولة لازم انك تكون تعطي المية في المية صح كلامك زين السؤال من احد المتابعين سمعه اسف النقاطاتك يقول من هو افضل مهاجم لعب للعين افضل مهاجم لعب للعين نعم جيانا سموة جيانا سموة طموحاتك بعد ما تجي مرحلة الاعتزال اسماعيل طبعا نحن امنياتنا ان اسماعيل احمد يظل في العين لاعب او اداري او مدرب نحن نتمنى لك كل التوفيق بس من العين ما في طبعا فشو طموحاتك انت شو تحس اكيد اكيد دايما دايما عندي تكون طموح دايما اهيئ نفسي واحد يكون متهيئ لهذا الوقت اللي بيكون بيجي انك بتأتعزل فيه لانه بيكون شيء صعب انك تشتاقل شيء انك تحبه وتشتاقل حق الام العينوية اوكي انا ما بيشتاقل لانه دايما بيكون متواجد ان شاء الله حتى لو بتعد برا المستطيل اخضل اكيد بيكون متواجد مع الام العينوية في كل مكان الجمهور يأثر فيك اسماعيل دايما اسمعك تردد الجمهور الجمهور مؤثر فيك دايما اكيد دايما شوف انا النوع دايما اللي حبي يكون دايما الجمهور متواجد لانا احيانا تعرف يوم تتكلم النادي العين يوم تدخل مباريات ما تحس الجمهور تحس بملل اوكي تفوز بس في شي ناقص انت تشوف مبين تشوف الملعب فاضي انا دايما اعطي عدر للجمهور لانا دايما الجمهور يقصى علينا في الكلام واللعيبة ما يأدون ويأخذ مبالغ شوف في شعب وراء هذا النادي وراء هذا الكاية انا اعرف هذا ومتيقل منه ودايما كابتن حميد لانا اول ما خلط مباريات والله كانت اتصال يجوني من عبو دبي ومن دبي يكلمون وكذا وزعلانين يعني تحس انهم يطلعون مباريات رغم انهم ما يجون النادي يطلعون مباريات في الملعب وهذا تفرق وياك وانت تطرب يون تلعب مع الجمهور وهذا تفرق وايد كلمة للجماهير كلمة لمحبين اسماعي لحمد قبل الختام احب بارك لهم الشهر مبارك وان شاء الله ينعاد علينا في الصحة والعافية وان شاء الله باشر لعيد اكيد صح لا لا بكرة بيكون المتمن باذن الله اه ان شاء الله باذن الله واكيد الامة اسماعيل احمد في هاي المشوار اللي كانت واجبياه ودايما اشكرهم على كل شي واشكرهم حتى على انتقادات اللي كانت تجيني دايما كنت اخذها بشيء ايجابي والحمد لله هي ساعدتني ان اسماعيل احمد يكون عطاءة لهم هاي الفترة وان شاء الله انا احب اشكرهم دايما وكلمة يعني بحق يعني ممكن اقول لك احنا مقصرين بحقهم مع الاجزود يا ابو ياسر مع الاجزود دايما لس ما قلت لك انا دايما احب يكون الاول دايما نحب ارض الناس لان نشوف الصغارية والكبار زعلانين ان النادي والله حتى فتاة نطع السوبر ماكت والله نحصت الحارين كبار يقول لك انت شوف يقوم ايه والله الناس هاي من محبتها والله من محبتها للكيان والنادي احنا محظوظين نادي في مدينة نادي في مدينة فالكل يحبنا الكل يعتب علينا اذا نتائج مبزينة ايه احنا محظوظين والله حتى حيانا اقول لك ناس من جنسيات تانية يعني حتى السيكرت يسألك مباريات متى بتلعبون يعني متابعين الفريق متابعين يعني بصورة ما تتوقع وفي اشياء يعرفون احنا ما نعرفك لعيبة صحيح ياسر ارجوك لا تحرمنا دائما من هال اطلالة الجميلة وهال ابتسامة وهال معلومات الثرية اللي نستمدها من لاعب كبير قضى وقت كثير في خدمة الكيان وفي خدمة الكرة الاماراتية ايضا على مستوى المنتخبات الوطنية والله سهرة جميلة اسماعي لانا انا استمتعت فيها حبيب وانا مشكور واستمتع وان شاء الله نشوفكم مناسبة احسن ونعزمك على الشاي مغربي بعد يا سلام عليك حاضرين ايضا تبغى تكاوي بعد نجيب لك ايضا تكاوي تكاوي بعد ليش لا تكاوي الله يعطيك الصحة والعافية ونتشرفنا اليوم تواجدنا معاك ونتأمن انه بيكونون ان شاء الله في المستقبل ايضا اساطير مثلوا الكرة الاماراتية او ايضا من ساهم في رقي وفي ارتقاء الكرة الاماراتية في المستقبل بنطل عليكم باذن الله دائما وابدا عبر قناة العين قناة الزعيم وبنطل معاكم مع اساطير مشرفين بناد العين مشرفين للكرة الاماراتية اطلالة جميلة مثل هذه اليوم مع كابتن اسماعيل احمد ولا تنسون انكم اشاركون ايضا معانا في هاشتاك سهراء عيناوية واكيد ان اسماعيل بيشاركوا مع ضيفنا الياي اللي باذن الله بيكون بعد عيد الفطر اللي الله يعيده عليكم باليمن والبركات باذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله على الجميع ان شاء الله باذن الله بس احب اوصل بس رسالة الاخوية سعيد بن دليوي نتمنى للشفاء العاجل بالفعل بالفعل بمحمد ويش في ان شاء الله جميع المسلمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين ونتمنى ان شاء الله فرج فرج عاجل بإذن الله من عنده بزوال هذه الغمة ونفتك من كورونا وظروف كورونا وحجر كورونا بإذن الله والفرج قريب ونحن كل ما علينا أن نتبع كل توجيهات الدولة أخو يسماعيل اليوم وبإذن الله أن كلنا بنطلع من هذه الأزمة بكل قوة بإذن الله بتوحدنا مع بعض ونسمع كلام الجهات المختصة وتوصيات معازيبنا اللي بأمانة يعني ما قصروا وبذلوا الغالي والنفيس فيه خدمة العالم جميع مش بس دولة الإمارات فنتأمن إن شاء الله أن نطلع من هذه المحلة مع بعض إن شاء الله جميل يسماعيل جميل يسماعيل الله يسلمك وبإذن الله إن شاء الله نطل عليكم بعد عيد الفطر بإطلال إن شاء الله مع أسطورة ثاني بإذن الله نتمنى أن هذه الحلقة نالت على أعجابكم وإذا عجبتكم حاولوكم مشاركون أيضا مع أسرة البرنامج بأسئلة عبر هاشتاغ سهرة عناوية لضيفنا المقبل اللي بنعلن عنه في الفترة الياية نلتقيكم على خير دمتم بأمان وكل عام وأنتم بخير مع السلامة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاشترا